بتأكد وبأكد على كلام حضرتك بشكل مباشر جدا وانا مش قلقان على مصر يعني انا طول ما احنا موجودين مع بعض وطول ما زي ما حضرتك بتقول في نجاحات اكيد هيكون في اعداء كتيرة جدا ده على مستوى البلد انا ما عنديش اي شكل بلدنا ماشية في الطريق الصحيح وده مدايق ناس كتير لكن بشعبنا بنتكلم على كتلة شعبية كبيرة جدا جدا ان شاء الله ده في ظهر بلدنا لكن كمان على مؤسس النادي الاهلي بأكد لحضرتك الكلام بتقوله مضبوط والنادي الاهلي داعم على مر التاريخ للدولة يعني على مر التاريخ في مواقف كتيرة جدا جدا نحن عايزين نعمله ده عايزين نصلت عليه حتى تلقن يعني النادي الاهلي دايما دايما مش بس داعم للدولة انا قلت ومكرر ركاة تهاني والتاريخان ان النادي الاهلي مؤسسة مش عايزة اقول من اهم مؤسسات هذه الدولة ولكن مؤسسة من المؤسسات الكبرى في هذا الوطن هو جزء من هذا الوطن بنجاحاتي واختاقاتي رئيس النادي الاهلي كابتن محمود خطيب هو رجل دولة بامتياز ورجل ينتمي الى تراب هذا الوطن مجدد اتدارة النادي الاهلي المشاط الرياضي الأعضاء النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي العظيم الحقيقة انت حضرتك احترفت وخرجت ووجدت بلاد العالم مش بس ألمانيا كابتن تاني بتقديم انك لا يمكن تجد جمهور عظيم زي جمهور النادي الاهلي يضحي بالغاية صعب ده حقيق الحقيقة يعني ربما ما لديه من مال يعني يقتد به او يقدمه لأبنائه هو يوفره لشراء او اتناء تذكرة او تيشة للنادي الاهلي الاهلي حياتي تستانه فما بالك مصر بقى الوطن الكبير والمضلة الكافرة انت اتحدث عن نادي بيتولاه رجل دمش الخلق مجلس قدارة مسترد رجل دولة اسمه محمود الخطيب حريص على تحقيق نجاح للنادي الاهلي واستمرار مسيرة وقساء النادي الاهلي الناجحين واحنا دايما بنتكلم الحقيقة كان في شوار بأحد المرات تتبقى معايا قالني احنا دايما بنكمل بعض احنا كرؤساء الاهلي بنكمل بعض دايما بنتكلم حتى عن قيم النادي الاهلي واخلاقه ومبادئه الموضوع ده احنا بيزعج البعض احنا بنقول دايما انه المواقف المحترمة التربوية الشديدة لمجموعة وقساء النادي عبر التاريخ هي اللي شكلت هذا الدستور غير المكتوب اللي بيمثل قيم واخلاقيات النادي الاهلي وفي النهاية انت جزء من منظومة رياضية ودايما احنا نتكلم عن سمو الاخلاق لما بنصفها به الرياض اثرته نقطة مهمة جدا تتعلق بفكرة ريني باين احنا عندي مدير فني النهاردة ناجح ومؤدي اداء عظيم والحقيقة رجل سعيد انه بيتعاوم مع النادي الاهلي ويحقق معاه هذه الفطولات والنادي الاهلي ده فرصة عظيمة والنادي الاهلي سعيد انه بيتعامل مع مدرب هكذا محترم ولديه طب هناك مشكلة اثيرة وكان سببها جائحة فروض النادي الاهلي باكتبرته وخبرة رجاله وقدرتهم على التفاوض وصياغة العقود والاتفاقات ودائما منقول ان العقد وشريعة التعاقدين تواصل الاتفاق معين مع الني باين النادي الاهلي انتهى من الدول بالامس واليوم خرجت الكثير من الشائعات النادي الاهلي يوجه بسكر لبايلر بايلر يسافر ولن يعود هناك شرط جزائي هناك حق فسر لانا اقوله من خلال هذا المنبر المهم ومنصة النادي الاهلي وقناته العظيمة يقور النادي الاهلي العظيم انه يجل ألا ينتفد الى اي نوع من هذه الشائعات اللي تستهدف ضرب استقرار الفد لانه بوسطة شديدة هذا شأن داخلي يتم حسمه داخل غرف المغلقة وده اللي قاله ميستر بايلر بايلر قال في المؤتمر الصحفي كده قال انا عايز افعل بس سؤالة كافة تانية من امتى النادي الاهلي يحصل اموره ويعلم قراراته على الملأ من امتى كانت التفريبات واجتهادات البعض بتخرج سليمة انا عايز اقولك مفاجأة بقى واخصت قناة النادي الاهلي فيها بكل الاسماء التي قيلت ومطروحة فيما يتعلق باجتهادات البعض وتفريبات البعض هي عارية تماما على الان والنادي الاهلي ونجلة الكورة والكامتر محمود الخطيب بصفة القطوة والقائم على هذا الملافق عندهم خطة وخطة تي وخطة دي ويبركون تماما كيف يحافظون على قيم النادي الاهلي ويحافظون على استقراره وعلى مصالحه وبمجرد الوصول او وقت ما يرغب النادي الاهلي في الاعلان عن قرار في وقت لما نصل لقرار وانا عندي قرار جاهز وعندي خطة جاهز لكن انت هعلنها محدش يكبرني على الاعلان صحيح انا اخطار الوقت المناسب لأعلن هذا القرار ودي اشتركوا في القناة